السلام عليكم فيديو اليوم عن الأدوات المستعملة في صبغة المائية أول شيء علب الألوان فيتأتي على أشكال مختلفة ألوانها متعددة بدرجات مختلفة وتركيز عالي تضم أيضا باد الألوان المادنية هذه المنطقة مخصصة لدمج الألوان يعني ملوانة بالت توجد معها باد قطع الورقية مخصصة لصبغة المائية وورقة لتجربة الألوان موسيقى لدي أيضا هاته العلبة موسيقى موسيقى تضم 72 لونا تركيزها عالي موسيقى 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 يوجد غني موسيقى 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 تضم أيضا ألوان معدنية تأتي مع هذه الفرشات قلم يعبئ بالماء بنسبة لهذه العلب لا أنصح بها المبتدئين لأنها سعرها مرتفع يمكنكم البدء بعلب عادية حتى إلى حين تطوير أدائكم الفرش تأتي بأحجام مختلفة المبدأ الأساسي فيها هي حدة الرأس للتحكم في الألوان هناك أيضا هذا النموذج نفس المبدأ حدة في الرأس لتحكم أكثر في الصباح فرش الكبيرة لصغطية المساحات الكبيرة في الرسمة والصغيرة طبعا للتفاصيل الصغيرة قلم رصاص لتخطيط الرسمة شريط لاسق لتثبيت الورقة على سطح العمل ثم ممحات فحم للتخلص من الخطوط الواضحة على الرسمة قبل البدء بالتروين موسيقى الأوراق مستعملة في الصباح المائية فهي خاصة جدا هنا هذه الأوراق هي 100% قطن قياسها 23 سنتيم على 32 تحتوي على 12 ورقة سميكة جدا كي تستقبل أكبر كمية من الماء المستعمل عليها خلال الرسمة فيساميكة إذا لم تكن هناك أوراق خاصة بسبعة المائية يمكنكم استخدام ورق كونسون شريطة أن يكون وزنه أكثر من 180 جرام الماء لدمج وغسل الفرش ثم أمني الورقي للتخلص من الزوائد أتمنى أن يروقكم الفيديو شكرا وإلى فيديو قادم بإذن الله سلام عليكم موسيقى موسيقى